أكدت مصر أهمية الانتقال العادل كأحد ركائز اتفاقية باريس للتغير المناخي وللحيلولة دون التعارض بين العمل المناخي وإدراك التنمية المستدامة جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير المصري لدى بريطانيا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر صفر انبعاثات والذي نظمه الحي المالي بلندن بالشراكة مع رئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في العاصمة البريطانية وذكرت وزارة الخارجية أن كلمة مصر خلال المؤتمر أشارت إلى أن برنامج الانتقال العادل هو أحد أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ وجاء استجابة لمطالبات العديد من الأطراف الفاعلة في مفاوضات تغير المناخ